بمرسوم ملكي صدر قرار أعفاء الأمير مقرم بن عبد العزيز من منصبه كرئيس الاستخبارات العامة وتعينه مستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير ومكانه عين الأمير بندر بن سلطان السفير السابق لدى الولايات المتحدة وأمين عام مجلس الأمن الوطني هذه الخطوة لافتة في توقيتها ربطها محللون بحاجة المملكة إلى شخصية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة التي قد تشوبها توترات أمنية مع إيران فبحسب هؤلاء الأمير مقرن لم يتمكن من السيطرة على العديد من المشاكل الأمنية أبرزها تلك المتعلقة باحتجاجات الشيعة في شرق السعودية المنطقة التي تحتوي أكبر أبار النفط ومن التعاطي جيداً مع مشاكل البحرين العراق واليمن كذلك تحدثت معلومات عن أن تعيين الأمير بندر لم يكن بعيداً عن موافقة أمريكية تعاد الأمير بندر عن الأضواء من 2008 علالته التحليلات السياسية بأنه بطلب من الملك السعودي وذلك بعد تدخل الأمير بندر في الأوضاع السورية بدون موافقة الملك وكان ذلك منذ أربعة أعوام أحداث عديدة مرت لم يكن الأمير بندر مشاركاً فيها أبرزها زيارة الملك السعودي لسوريا بعد قطيعة دامت سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة